السؤال اللي بعد كده بيقول يا شيخ انا مبعرفش اقعد القاعدة الصحيحة في الصلاة اللي هي الافتراش عشان رجل بتوجعني هل لا تقبل لي صلاة؟ ابدا بالعكس انت لو اعادت القاعدة اللي بتوجعك في الصلاة دي قد يكون ده مؤذي لك ولخشوعك فلزيك ما تعملش كده ما تعملش القاعدة دي لو انك انت بتحتملهاش ليه؟ لان انت لو عملت كده هذا الالم وهذا الضيق ولزاك الشرع الشريف اباح للشخص اللي هو لا يستطيع ان يصلي قائما ان يصلي قاعدا لماذا؟ لان المعنى في الصلاة هو ان تجد قلبك لكن ان انت تفضل متعذب في الجلسة اللي انت بتجلسها الاسوأ من كده ان في بعض الاحيين بتبقى بعض الاعداد مضرة للصح يعني ان هو يكون عنده التهاب في عصب من الاعصاب ويكون الاعداد دي هتلهب له العصب ده او تزيده التهابا فليس مشروعا وليس جائزا ان هو يجلس الجلسة دي ليه؟ لانها حرام في ذاتها لا لانها حرام لغيرها غيرها ان ايه؟ ان هي هتزود المرض عليك فاذا الدكتور قال لك ما تعملش ده لان عملت ده هيزداد الالتهاب وهتزداد المشكلة اسمع كلام الطبيب اسمع كلام الطبيب لان انت محفوظ مأمور حتى في الصلاة ان تحافظ على نفسك ومجوز من حفاظ على النفس ان انت تحافظ على اي مرض منك من قلن لا يتأخر برقه بالعكس انت عليك ان انت تذهب وتحصو على العلاج لكي لا يتأخر برق المرض اللي عندك ولذلك لا تجلس هذه الجلسة وصلاتك صحيحة مش بس صلاتك صحيح ده صلاتك صحيحة وتأخذ عليها السواب كاملة لان اذا كنت تجلس هذه الجلسة المسنونة اللي جلست الافتراش قالي ازاي ده؟ ده انا ما اجلسهاش نعم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الشخص المريد المسافر يحصل على ثوابه كأنه صحيح مقيم يعني كأنه صحيح ويفعل الفعل ومقيم ويمكن ده اتقدوا او بوضوح جدا من قولي صلى الله عليه وسلم ان اناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة او قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم في المدينة يا رسول الله قالوا وهم في المدينة حبسهم العذر يبقوا ما ليه معانا؟ لان حبسهم العذر وانت ليه مش قادر تجلس جلسة الافتراش دي اللي هي مسنونة واللي هي على فكرة لو انا صحيح وما جلستش الجلسة دي ايه اللي حاصل؟ صلاة صحيحة برضو لان صلاة اللي تبطل ايه اللي بترك ركن من الاركان وعدم الاتيان به يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى هذه الجلسة ليست من اركان الصلاة انا اخشى ما اخشى ان الناس من بينهم يكونوا وصلوا هذه الجلسة ان هي من اركان الصلاة ابدا الناس هموا بيكلموا بعض ييجي واحد يعني يفضل صلاته على صلاة اخيه فيشككه في صحة صلاته لا صلاتك ستكون صحيحة يعني انت لو كنت صحيح وما جلستش جلسة الافتراش دي لان الجلسة دي من هيئات الصلاة صلاتك عاد تكون صحيحة وانت في حالتك دي صلاتك صحيحة وسوابك كامل كامل ان شاء الله فلا تشغل بالك ولا تتوسوس